التوبة هي الخطوة الأولى والمرحلة الأولى التي يجب أن يخطوها الإنسان في سبيل السعادة والفوز والفلاح إذ لا يمكن أن يتوب إلى الله وهو مستقر على ذنبه وهي تمثل الانتقال من حياة إلى حياة ومن عيشة إلى عيشة ومن كتاب سيء إلى كتاب طيب ومن زميل سيء إلى زميل طيب ومن قناه سيء إلى قناه هادفة المهم توبة تنتقل أيها الإنسان واشترط العلماء للتوبة شروط من ضمنها أولا الإقلاع عن الذنب ثانيا العزم القلبي على عدم العودة ثالثا الندم لأن من يتوب وهو لا يندم كأنه متحمس لماضيه لا الندم وهو الشعور بالأسى والحزن حينما يعلم عن ماضيه الأسود الذي قد قضاه في معصية الله عز وجل فإندم وهذه هي تحقق التوبة الصادقة وهذا ما حصل للتائبين كانوا يعني يدخلون في الدين ويتوبون إلى الله ثم ينسلخون إنسلاخا كاملا عن ماضيهم ولا يحنون إليه ولا يذكرون ليش؟ لندمهم عليه إذ أنهم إذا ذكروه تقطعت قلوبهم حسرة وندامة على ما قضوا في هذا الذنب من العمر الذي ليس له أي قيمة وإنما هو ظلال وهلاك فلابد للإنسان إذا أراد أن تكون توبته صادقة ومقبولة عند الله ونصوحا أن يقلع عن الذنب وأن يعزم قلبيا على عدم العودة إليه وأن يندم على ما فات منه من العمر وأيضا إذا كان الذنب متعلق بحق آدمي فإنه لا بد من أن يرجع هذا الحق إلى صاحبه لأن حقوق الله قائمة على المسامحة أما حقوق الخلق فهي قائمة على المشاحة وكل يأخذ حقه